من يشخص مرضاً ويكشف وجعاً من يعرف كيف تنام على سرير الشفاء ربما لا تشكل الناس جرحاً أن تصاحبه غدت في العراق نصح المخادعين لمن لا حيلة لهم وهذا حال القطاع الصحي تشبهه قطاعات كثيرة دخل فيها التقصير والتهميش والتضليل فكانت طريقة الأنسب إما التحقيق في سجلات أو كشفات المرضى أو الزيارات المفاجئة بغتة وربما كان للسوداني من أخبره أن المستشفيات فيها جراحات مرضى كما هي جراحات الدولة النازفة من فرط التقصير بحق المواطن وتلك زيارة ليلية قلبت أنفاس المرضى والأطباء على حد سواء حسب ما مواشي الأطباء واللي ما موجودين والمقارنة سيدة الموقف هنا بينما يكتب على الورق ومثله الكثير وما يكشفه المرضى أنفسهم شهد السودان بعينه أكثر الأماكن التي يعاني منها العراقيون شخص الحالة فأوعز بالعلاج فهل هناك تطبيق؟ لكن الحكومة أمام واقع مرير يقول أن في البلاد قرابة 190 مستشفى شيدت بحسب مصادر في وزارة الصحة بين عامي 56 و2001 لا تصعف بعدد أسرة لا يتجاوز 45 ألف سرير سكان بلد تخطوا حاجزاً 40 مليون نسمة ينتظر المواطن مريضاً كان أم من ذويه حلولاً جذرية تنصف ما مضى من تقصير وضقط عدابر فساد أزهق أرواحاً كتلك التي احترقت في مستشفى الحسين لفساد تسلل حتى بين جدران الساندويتش بانيلا حدث هذا ومرت فاجعة تلو أخرى فهل يكون علاج الحكومة شافياً معافياً لما مضى؟ يتساءل التواقون لحكومة تعيد للصحة العراقية مجدها قبل سنوات طويلة